طبعا حديثنا في النشاط المحلي عن بطولة دوري المحترفات لكرة القدم والذي ذهب هذا اللقب فيه لمصحة فريق الناد الأهلي بعد الفوز في آخر أيام بطولة على فريق الأرث ذوكسي بهدفين دون مقابل للحديث عن هذا الإنجاز نرحب بضيفينا في السيديو المجالة الرياضية المدير الفني لفريق الأهلي للسيدات كابتن خضر عيد وأيضا كابتن الفريق رايحينا مساء الخير أهلا وسهلا يعطيك العافية مبارك هذا الفيأس الله يبارك فيك وشكرا أستاذ بسام على استضافتي أنا وكابتن الفريق والنجم وتقلق رايحينا الله يعطيك العافية مبارك يا رايح الله يبارك فيك يا رب يعني أكيد الأهلي هذا السنة أحلى أيامه بالرجال عادل مكانه طبيعي في دوري المحترفين والسيدات فازوا بلقب المحترفات يعني إحنا حكينا من البداية إن شاء الله هاي تكون سنة بيضة على النادي الأهلي سواء ما الرجال ولأجل الصف السنة هاي النادي يعني سنة بيضة مع الجمعة البيضة الحمد لله الحمد لله أخذوا كل البطلات يشاركوا فيها النادي الأهلي يعني يعتبر هذا إنجاز 2022 مبارك كابتن رايحي أكيد شعور لا يوصف رفع الكأس و بالتالي الفوز باللقب حتينا بالبداية كيف كان مستوى البطولة فنياً؟ يعني كان مستوى تقدم؟ فتشكوا كان سهل في البطولة ولا كيف كان؟ هلأ للصراحة السنة هاي السنة هاي أنا بالنسبة إلي يعني كان حسيته أكتر دوري محترفات فيه مستوى عالي وكان فيه تنافس كبير بين كل الأفرقة وكان فيه يعني مستوى عالي كان مستوى متقارب بجوز هاي السنة أكتر مرة بنشوف فيه نتائج متقاربة بين أندي فبصراحة كان صعب وكان سهل كان المستوى عالي فيه التنافس كان عالي وكان دوري دوري حلو كان بصراحة نعم بس ممكن فيه غياب للشباب الأردن وفي الاتحاد هم من خلاص لغو الألعاب في أندي لغو نعم لغو نعم يعني زي ما حكت رايي بجوز هذا أثر عن نستوى الفني برأي كابتن خذر غياب فرق بالعكس هم ولا أعطوا مجال تكافه 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 وتوزع الأندية وتوزعت بصراحة مستويات الفنية كمتقاربة يعني أنا بحكي دوري السنة مشابه لدور الرجال نعم يعني آخر مباراة هي لحدة ميل البطل نعم وآخر ثواني اللعبة يعني على العكس المواسم الماضية كان لقب يبدو محشوما نعم نعم وكمان كابتن خذر المستوى الفني كيف كان بشكل عام بصراحة السنة أنا زي ما حكت رايي أنا بأكد عكلامها أنه كان بصراحة عالي جدا نعم لكن زي ما حكينا في بعض التوقفات اللي صارت في الدوري شوي أثرت على مستوى الفني يعني التوقفات من أجل المنتخب منتخب أيوة نعم وكان طويل الدوري نعم يعني طويل كتير والفرق اللي شاركت يعني الاتحاد في مجموعة كبيرة من يعني 11 اللاعب منتخب نعم ونفس الحكي الأرتدوكسي فكان التنافس عالي كتير 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 فنيا نعم رايم متى حسيتون اللقب قريب من فريق أهلي بعد أي مباراة يعني أنه اللقب خلص أصبح بمتناول إدينا بشكل كبير يعني يعني هو مش مش بعد مباراة معينة إحنا بصراحة من دخلنا من المباراة الأولى بالدوري دخلنا وإحنا هدفنا كان تحقيق اللقب وبصراحة بحكي لك إياها بعد أول مباراة إلنا بالدوري كانت مع نادي الاستقلال فوزنا فيها أربع سفر بعد هاي المباراة حسينا بجوز يعني بعد ما تابعنا الأندي التاني وشفنا الأداء حسينا أنه إحنا بنقدر السنة نعمل كان مستوانا كثير عالي لعبنا كان كثير حلو ومن وقتها حسينا أنه بنقدر نعمل هذا الإنجاز وأنه اللقب قريب نعم تبني خذرمي كان أبرز المنافسات أو المنافسين كفرق لفريق الأهلي طلع زي ما حكيت رائب نفسها حكي بأكد أنا الفرق كلها تقريبا بصراحة على مستوى يعني الأفضل أفضل كان الاتحاد الأرثوديكسي يعني بظل عام نوعية جوتة اللاعبة نوعية اللاعب الموجودة كان بصراحة النصر برضو فازوا علينا يعني فيهم براهيل أثرت علينا ولو كان الدوري زمان حسن نعم لكن زي ما حكينا بشكل عام الاتحاد كويس الأرثوديكسي كويس يعني كانوا أكثر ناس يعني منافسين إنا نعم كابتن رايحنا بنعرف أردن متفوق على الصعيد العربي ممكن أفضل عربيا وحتى منطقة غرب آسيا ولكن دوري ما زال عدد الفرق يعني بنعرف الدور القوي ينتج منتخب قوي كما يقال ولكن ما زلنا العدد غير غير كافي يعني احتكاك يعني اللي يحصل اللاعبات من المباريات غير كافي حتى يرتفع مستوى الفن المتقبل صح هم أصلا الاتحاد الأردني يعني لهذا السبب بيحاولوا يطولوا الدوري يزيدوا مدة الدوري عشان عدد الأفريق قليل وبرضه بيحاولوا إنه أكبر عدد ممكن من الأندية يدخل بهذا المجال يعمل فريق نسويه هلأ كتير عم بيشتغلوا على الرياضة الكرة القدم نسوية بالتحديد إنه يصير فيه إلها داعم أكتر الأندية تصير تتحمس تدخل بهذا المجال أكتر ويصير فيه عنا أكتر من فريق ويصير فيه تنافس أكتر بالعكس هذا إشي كله مصوب بمصلحة المنتخب الوطني بالنهاية يعني أكيد نفس المواقف يعني بظل بصراحة المستوى محدود كثير 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 يعني خاصة المستويات بتلعب مع مين؟ بتلعب مع الاتحاد نفس اللاعبات ونفس مواقف اللاعب فأنا بصراحة لما يكون فرق أكثر بيكون أكيد تفوق أكثر لللاعب نعم إن شاء الله نتمنى ارتفاع المستوى أكثر ويكون عدد أكبر ودوري مثل دور الرجال يعني 12 فريق يعني يكون المباريات كلما زاد عدد المباريات كلما اللاعب نعم السنة كمان أستاذ بسام الفرق كلها جابت يعني بصراحة استقطبوا كثير محترفات يعني هذا برضو شوي زاد من مستوى الفرق عشان يكلب أقول لك الاستقلال النصر الارتدوكسي الاتحاد ارتفع مستواهم من خلال المجموعة سواء اللاعب محلي أو اللاعب الأجنب